الزبط بان دي العناصر او الحاجات اللي في ايده اللي هو يقدر يعملها ثاني رابعا اقدر اقول انه زيادة الاطمئنان النفسي عند مستر موسماني اللقطات بس دي مهمة او يا رسوز جمال يعني لحظات استقبال جمهور النادي الاهلي للفريق شوف الجمهور ما تقعي على طول موجود بشكل مميز جدا جدا في الحقيقة بشكل منظم ومحترم جدا خلي بالك الاعداد طبيعي جدا انه تكون اكتر من كده لكن اكيد تبقى لا دي تعليمات والتعليمات الامنية وكل هذه الامور يعني دول مجرد حضور رمزي متفق عليه مع السلطات الصحية والامنية يعني هناك في الدوحة لكن مية في المية برضو اللعيبة اول ما تنزل تفاعل اللعيبة كان بص يعني تفاعل اللعيبة مع الاغاني بتاعته الجمهور حاجة حاجة مهمة شوف الاهلي محظوظ قوي ما شاء الله يعني بالجمهور في اي مكان الاهلي هيروح يلعب بتلاقي جمهوره موجود يعني انا عارف النجالية المصرية وربطة مشجيع النادي الاهلي في الدوحة بقالها ايام بتشتغل طبعا طبعا وبترتب لهذا اليوم اللي هو يوم الوصول وايضا شوف الجو ده في حد ذاته لما اللعيبة تنزل كأنهم في القاهرة بالزبط بالزبط يعني من الوضع اللي هيختلف كثيرا يعني لا ده المستندة الجمهورية اكيد يعني جانب مهم جدا ويرجح كافة الفريق بإذن الله واحد احد المباراة النادي الاهلي حتى لو الجمهور في الفترات اللي كان ممنوع جمهور يحضر تلاقي الجمهور بيشجع النادي من خلال السوشال نادي طبعا طبعا يعني موجود برضو حتى لو مش موجود جسما نما موجود معنويا هو الاهلي محظوظ دايما من الجمهور بصراحة صراحة الجمهور الاهلي محظوظ بالنادي جدا 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 ومن حقهم بصراحة ان هم يعني يعني يقولوا ايه يتهنوا يعني ببعض يعني هتفات خاصة لبيبو كابتن خطيب طبعا وبرضو كابتن خطيب كان حريص على انه هي حي الجماهير دي نقطة مهمة جدا مش سايب بس للموضوع مجرد اللعيبة وكده النقطة بقى المهمة برضو مرتبطة شوية طالما اتكلمنا عن الكابتن الخطيب ان في من اسباب الاداء الكويس اللي بيعمله الاهلي النهاردة مع موسيماني ان في حالة اطمئنان اكتر جوه موسيماني فاكر انت في مرحلة كده اللي هي كان في محاولة للوقيع بين موسيماني وادارة المهلي طبعا وانه لا والاهلي رفض الشهوط في نترة الموسيماني مش كده مش كده الحالة دي اعتقد انه الكابتن الخطيب نيابة عن مجلس الادارة ولجنة الكورة قدر يوصل لهذا الرجل اشتغل وانت متطمن النادي الاهلي مش النوع اللي انت عارفه مش اللي هو هيخونك ومش بيحسب بالقطعة ومش بيحسب بالقطعة يعني في عز الازمة لما خسر الدوري وخسر السوبر كان مجلس الادارة وكابتن محمول الخطيب بيجدد له السخة وده شيء يعني نادر كمان كان بيسعى لتجديد تعاقده وبعدين مفيش حد كمان ودي ميزة محدش بيحفر للمدرب اكيد خلي بالك صح صح يعني ممكن تلاقي في اماكن اخرى كتير مجرد عزيمة تلاقي الاتجاهات المختلفة بتشتغل بقى ده عايز يمشيه ده عايز يجيب له مش عارف ايه وده عايز يضيف ايه امور دي صعبت له اه دي دي مش موجودة الحمد لله النقطة دي برضو اعتقد ان هي مهمة قوي في ان مسلماني بيشتغل شوية دلوقتي بمزاج اكتر يعني المزاج زي ما اقول ايه اه جبالك بال المزاج عالي يعني اه يعني هو حتى قال فيه اكثر من مؤتمر صحفي ان انا بوعد لسه باداء افضل بالزبط بالزبط ودي تصفات مهمة بصراحة جدا معناه ان حتى فيها كبيرة ابن جمهوري نادي الاهلي راضيين عن اداء الاهلي المسلمين 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 لكن معناه ان المدير الفاني نفسه يطلع يقوله انا لسه عندنا احسن فدي حاجة ده هو بيقول انا لسه بحلم معاكو باداء افضل وافضل وافضل بيقول بالزبط انا لسه ما وصلتش الاداء اللي انا بتمنى معلك